طيب أرجع على أحمد عبد البوسط في رأيك بقى أنا أستخدم صلاح الهدف ولا أستخدم صلاح المغنطيس يعني إيه؟ يعني يا صلاح الهدف اللي أنا عارفه أنه هب تركة هيجيب جول وبالتالي هستخدمه بهذه الطريقة أو المغنطيس اللي هيروح سحب لي الفرقة بتاعة السنغال ناحيته علشان طول الوقت هيبقوا قاعدين قلقانين وأبقى أنا باستغل هدفين تانين طيب هو للإجابة على السؤال فيه كم حاجة لازم نتكلم عليها أولها أنه الربع ساعة الأولى دايما يا أستاذ يوسف في أي مباراة دي اللي تقدر تخطف فيها وده اللي عملنا هنا فعرف كرة القدم أنه أول ربع ساعة بيسموها مرحلة جس النبض للفرقتين اللي بيحافظ كويس وعرف يخطف بيسرق المباراة وأحسن وقت تجيب فيه هدف تاني اللي هو بعد ما خصمك بيجيب هدف أو يجي فيك الهدف التاني ليه بقى لأن أنت إما مش في كامل تركيزك في بيجي فيك جول تاني يا إما الفرقة التانية فرحانة ونشوة الهدف تقدر تجيب فيها جول ده إحنا مختلفين عن كابتن حشيش آه أنا بختلفت هنا شوية مع الكابتن محمد بس طبعا فنين أو ممكن يكون الكابتن محمد تناول من ناحية واحدة لكن أنا بتناول الموضوع أنه الربع ساعة الأولانية ورد جدا أنه تقدر تخطف هو هيلعب عليها كارلوس كيروش لأنه بعد الربع ساعة الأولانية هدبان ملامح وستراتيجية سي سي اللي بيلعب بيها لأنه احنا برضو ما نفكرش من اتجاه واحد فيه واحد تاني مقسم المباراة زي ما الكابتن محمد قال قاعد قصادنا هم بيقروا بعض بعد ربع ساعة إسماعيل صار هيلعب ازاي ساديومان هيلعب ازاي فأنا لو هستغل محمد صلاح بناحية المغناطيس أو أنه هو هيسحب للفرقة الناحية التانية مقدرش أحكم على ده لأنه احنا شفنا محمد صلاح في مواقف في مبارات الزهاب عمرنا ما شفناها فيه في ليفربول أو في مصر صلاح طلع كورتين واحدة من على الثمنتاشر واحدة تانية من قلب الثمنتاشر المطش اللي فات فإذا صلاح ده صلاح كان شغال مغناطيس من داخل منطقة الجزاء بيطلع كورات من عندنا لأنه أكتر واحد صلاح عارف قوة المنتخب السنغالي ومفاتيح اللعب الكتير اللي عنده فعشان كده كان صلاح بيعمل أدوار مضعفة فيه كورة سادي ومانيخ خدها وجري بيها من عنده الثمنتاشر وصل الثمنتاشر بتاعتنا لو شفنا لو الزمل اللي جابوا صورة هنشوف أنه اللي بيجري جنب سادي ومانيه هو محمد صلاح محمد صلاح قطع من الثمنتاشر عالثمنتاشر لأنه أكتر واحد عارف مانيه ببالزبط أكتر واحد عارف سادي وفيه سادي ومانيه كمان بيبص لقى جنب على يمينه لقى جنب محمد صلاح فده بيزود الباور وده بيزود السرعة لأنه مانيه بطبيعة الحل برضه هو أكتر واحد بطرقة السنغال عارف صلاح بالزبط وفي نفس الوقت صلاح ما كانش حد ممكن يلحق اللي هو لأنه هو السرعات جنب حتى القرى صلاح في جريته خلى لعيب يفتح لسادي ومانيه كان ممكن اللي اتنين ياخدوا اتجاهات معينة في الهجمة المرتدة تحسم لكن وجود صلاح بسرعته لو لقيه بطيء شوية كان ممكن يدى حل لسادي ومانيه يطلع نحي تجنب شوية ويقدر يسدد لكن هو جريت صلاح على نفس الاتجاه زنقت شوية أو خنقت على سادي ومانيه فلننا نقصده من الكلام أو الناتج يعني أنه كروش مدرب زاكي هو هيلعب على الخطفة بكرة لأنه من رابع المستحيلات أنه يفتح الملعب قدام أليو السي ومن رابع المستحيلات أنه أليو السي ويفتح الملعب قدام كروش مصطفى محمد لما كنا بنشوفه والتلاتة اللي عندنا محمد صلاح لما كان بيتناوب مع مصطفى محمد في الضغط على لعيبة منتخب السنغالي كنا بنضغط من نص الملعب علشان نجبرهم كل بالي أنه يلعب الكرة العالية فكان بيعمل ده الشوط الأول كله كنا بنقطع الكرة وبنرد وبنبني هجمات بعض الأوقات وده اللي جيب منه الهدف اللي السلائي عملها وأحرزنا هدف صلاح استراتيجية المباراة بكنا مش هنقدر نحكم عليها غير بعد أول ربع ساعة وحسب حالة اللعيبة ودي اللي تكلم عليها الكابتن محمد في أول مباراة حالة اللعيبة سواء السنغال أو سواء مصر في يوم المباراة بتفرق جدا لعيبة بقى متقلق لعيبة بقى شفاق وبتبان زي ما أحمد قال بعد ربع ساعة بتبان تتحس أن أنت راكب على الفرقة التانية ولا الفرقة التانية باللغة الكرة يعني بالزبط بس أنا عايز أقول حاجة أحمد أنا يعني فيه تفكير في دماغي طبعا هو مش هتعامل يعني كروش طبعا بيلعب أنت عارف لا بيغير لتكتيك ولا لعيبة ولا حاجة أنا كان نفسي صلاح يلعب قدام في حتة راس الحربة بكرا ويريح مصطفى ويلعب بترسجو مربوش مثلا أو زيزو ليه بقى أنت عندك صلاح ما بيروح ناحية اليمين بتاعته عارف اللعبة على الخط يبقى صعبة أوي آه هو بيجدها وكل حاجة بس تقدر تمسكه كويس قوي باكلفت معاه وتقرب المساق ومحدد إقامته في حتة آه طبعا بتقدر إنما مصط الملعب بتديله راحة قدام إن هو يمين وشمال يعني هو ممكن يربك المدافعين في الحتة دي يمين مساك يروح لأن الصلاح عشان حد يمسكه لازم واحد معاه واحد قريب منه فدي هتعمل خلخلة بالنسبة للاتنين المساكين وفي نفس الوقت انت عندك سرعات بتاعت زيزو لو لعب أو تريزيجي ومرموش يعني أيا كان حد فيهم برضو انت محتاجها لأن انت هيبقى عندك هيبقى عندك مساحات لو السنغال بمرور الوقت لازم تهاجم وتضغط وزي بقولك الباكين وكده فهتلاقي مساحات ممكن اللي تجاهته بتروح على الصلاح تتلعب لزيزو يروح أو العكس مع مرموش أو تريزيجي فالحتة دي أنا أمنية حياتي ان هو يفكر فيها لأن مصطفى برضو في الحتة يعني أول يعني المطش اللي فات والمطشات اللي كانت في إفريقيا برضو انت ما استفدتش براس حربة كراس حربة لأن انت ما بتلعبش عرضيات اللي هي بوجودها مصطفى واللي هي الميزة الوحيدة اللي فيها يمكن مصطفى بيلعب بدماءه كواسي أو النمع على الأرض برضو يعني فممكن أول حتة دي تفرق مع منتخب مصر في المباراة دي أعتقد أن هو يعني ممكن يفكر فيها وأنا بقول أن هو مش هفكر فيها أو هيلعب برضو بنفس التشكيلات هو راجل بيغير في أضيق الحدود حد يتصاب يبقى في حد يلعب بدله دي كويسة في حتة التجانس أنه بيثبت التشكيل ويبقى فيه تجانس وكل حاجة بس برضو لكل مقام المقال يعني لكل وضعه وكل نتيجة وإنت عايز إيه من المباراة وإنت هتبدأ إزاي وإنت محتاج إيه وبعد ربع ساعة وبعد نص ساعة يمكن يبتدي كده ويرجع مثلا الشوط التاني يبتدي يغير يعني طيب يمكن تعليق أخير من زميلنا صديقنا أحمد عبدالبوسط على مباراة بكرة توقع نتيجة والله أتوقع أنا متفائل أنه حنختفى هدف هدف يربج حسابات السنغال تماما لأنه هدف خلاص هو محتاج إيجيب ثلاث أهداف علشان يكسب اثنين واحد أنا أصعد فبالنسبة لنا هدف أتمنى أنه ده ليحصل بكرة وأتمنى أنه مصطفى غرباء الحكم من براي بقى في حالته كمال لأن حالته بتبقى زي زي اللعيبة الحكم لو فايق وفي حالته ما بنطلبش أكتر من العدل يعني هم مش طالبين أكتر من العدل طبعا ولكن في النهاية أنا متفائل فيه على الظار حكم ألماني موجود يقدر برضو العودة إليه في الحالات كل الاستفادات بقى اللي بتحصل من الجمهور السنغالي وأنا شايف وجهة نظر يعني ده أمر طبيعي كرة القدم بتلعب داخل الملعب وخارج الملعب أمر طبيعي وما اعتقدش أنه هم ينادوا على ساد يوماني قدام صلاح فده يفرق مع صلاح ويأثر عليه في المطار صلاح يعني عدى الموضوع ده زي ما هو وصل للمرحلة لقعدى بمراحل يعني فمرة كنا في الجابون بس قال محمد صلاح كانت بعض الناس بتنتقدوا قال لي يا أحمد أنا ما ببصش لا على يمين ولا على الشمالي أنا ببص قدامي أنا بلعب أنا بص قدامي بس يعني هو مش مسلا قالك ببص ورايا لا 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 ما ببصش على يمين ولا على شمالي ببص على يمين ولا على شمالي لما كنت في الملعب بس غير كده أنا مفكرش عشان كده ده سبب من أسباب نجاح محمد صلاح حقليته طبع ما شاء الله ليه احنا عايزين 11 صلاح مش بأداءه كمان بتفكيره طلقت التفكير صح التركيبة دي